الله يا سعد ابو سليمان انت تكلمت عن فترة ما شاء الله عشرت حقبة من من حكام المملكة العربية السعودية الفترات الماضية وذكرت انك تشرفت بزيارة العديد منهم سواءنا والتقيت فيهم اتكلم عن تجربة الباب المفتوح وسيصة الباب المفتوح التي انت انتهجها مملكة العربية السعودية مع مواطنيها وضيوفها والله يا طوي العمر شفت هذه المحبة في طلع ملك اللي الله سبحانه وتعالى زرعها في هذا في هذه القلوب يا طوي العمر اللي انه لا يعلم ما في الخوافق وفي القلوب إلا الله سبحانه وتعالى ولكن انا اقول لك يا طوي العمر ان هذا يعني من الايمان من المحبة ومن اليكين يعني يا طوي العمر اول طلع عمرك ما شعرت اني طلع عمرك اني ان في اولا ومحبة طلع عمرك لا لسعود وانا والله ارعاء شفت عندنا الغنم والحلال ترى هاد درجات اول با طلع عمرك يعني يستفيدون من البلد ولا هذا يقولوا حطوه عند البهم يرعب لهم صار الغنم طلع عمرك هذه مراحلة ثم يتدرج يرعل بالثم فكنت رعل بها قال طالع أمرك جاءنا خبر طالع أمرك منقول تخبر ذيك الأيام ما فيه طالع أمرك وسائل على قد الوافع تجينا الأخبار منقولها أما الناس ما هذا الروادي أيامها فيك الأيام لربما لربما أن في قريتنا ما فيه رادي وأنا ما بالغ ليقول ذلك لكن هذا هو الواقع وصلنا خبر طالع أمرك أن الملك عبد العزيز يجعل في الجنة الله يطيب يثراه الله يبيض وجهه قالوا أنه يغادر إلى ربا كريم ويا أخي والولاء والمحبة هذه اللي كنت أشوفها في المجتمع عندنا سواء من الرجال ولا النساء كان عندهم ولا وحب وطرهم ما شافوا ما شافوا وأنا من اللي ما شافوا الملك عبد العزيز إلا بالصور بعدين يا طالع أمرك فطالع أمرك لمن سمعنا الخبر الفاجعة يا طالع أمر بدت طالع أمرك يعني ليش لأنها مشاعر محبة تقول كيف أننا عرفنا عرف أن أطلع أمرك بطيبة وعرف أن أطلع أمرك بالعلم الخبر اللي يجينا منه وحاكمناه ويطلع أمرك يعني وشكت أثر التنمية والوحدة في البلاد أيوة فكان وقعا يا بوحور من نسبة لي أنا وأنا يعني حسيت أن هذا